بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواطن الرائخ نتعرف معكم في هذا الفيديو عن النازيين الجدد الذين خططوا لانقلاب عسكري في ألمانيا لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية شهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة ازدياد نشاط المنظمة اليمينية المتطرفة التي هي أوسع من أن تكون حركات أو خلايا صغيرة تعمل بشكل منفرد بل هي تنظيم ممنهج لديه مخططات كبيرة لإسقاط الدولة والعودة بالامبراطورية الألمانية الرايخ الرابع نفذت الشرطة الألمانية الأربعاء عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد مجموعة إرهابية من اليمين المتطرف يشتبه في تنفيذها استعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة جرى توقيفهم من جهتها قالت متحدثة باسم الإدعاء العام في مدينة كارلتلو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية لاعتقال هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى حركة مواطن الريخ وأعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية المتابع لنشاط المنظمات اليمينية المتطرفة في ألمانيا يلاحظ إزدياد نشاطها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ويلاحظ أيضا أن هيكل هذه المنظمات هو أوسع من أن تكون حركات أو خلايا صغيرة تتحرك بشكل فردي بل هي تنظيم ممنهج لديه مخططات كبيرة لإسقاط الدولة والعودة بالإمبراطورية الألمانية الرايخ الرابع ما الأسرار وراء نشاط اليمين المتطرف في ألمانيا شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع صوات الأحزاب اليمينية المتطرفة بسرعة في الغرب خصوصا ألمانيا ومع بدء الحرب في أوكرانيا وأزمات التضخم واللاجئين التي تبعتها ازداد نشاط التنظيمات اليمينية المتطرفة التي تطالب بعودة الفاشية وإحياء إرث العنصرية خلال تزايد أعمال العنف ضد الأجانب والأقليات الإثنية وإلى جانب استغلالهم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية استغلت المنظمات اليمينية المتطرفة وعلى رأسها منظمات تحسب على فكر النازيين الجدد الإرهابية شبكات الإنترنت أفضل استغلال لتنظيم صفوفها وإعادة إحياء إرث العنصرية وسيادة العرق الأبيض ويشير تقرير نشرته وكالة الأناظول التركية إلى أن جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا ارتكبت العديد من الجرائم مثل الإحراق العمد والإرهاب والقتل بين عامي 1990 و2020 ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص خلال هذه الفترة وفي الحادي عشر من يوليو تموز 2018 حمل القضاء الألماني منظمة النازيون الجدد الإرهابية مسؤولية مقتل عشرة أشخاص منهم ثمانية أتراك في هجمات مسلحة وقعت في مدن ألمانية مختلفة النازيون الجدد يطلق مصطلح النازيون الجدد على الأشخاص والحركات العسكرية والاجتماعية والسياسية التي تأسست في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث يسعون إلى إحياء وإرجاع الأيدولوجيا النازية يوظف النازيون الجدد أي دولوجياتهم من أجل الترويج للكراهية وأفكار سيادة البيض ومهاجمة الأقليات العرقية والإثنية والمهاجرين وفي بعض الحالات إنشاء دولة فاشية ويمثل النازيون الجدد عشرات المجموعات اليمينية المتطرفة في أوروبا وأمريكا وبالأخص ألمانيا التي حضرت معظمها خلال العقود الماضية كذلك تعد منظمات النازيون الجدد من أبرز جماعات اليمين المتطرف عدائية وخطورة في ألمانيا وهي حركات متطرفة عنصرية تمتلك سياسة أيديولوجية شبهة بنازية هتلر ويطلق عليها أحيانا الفاشية الجديدة وفي الوقت الذي ظهرت فيه أولى دلائل عودة نشاط منظمة تتبنى أفكار النازيون الجدد في مدينة تورينجين الألمانية في نوفمبر 22 2011 بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي إجراء تحقيق خاص للكشف عن توجهات هذه المنظمة وحسب البيان الذي نشرته مؤسسة أماديو أنطونيو التي تعمل في مجال مكافحة اليمين المتطرف في عام 2019 خلصت التحقيقات في أكثر من 3000 و300 حدث وقعت في تواريخ مختلفة في الماضي إلى أن 750 من هذه الأحداث وقعت بدوافع عنصرية وإذا ما أخذنا ألمانيا مثالا نجد أن من بين أشهر التنظيمات المتطرفة نشاطا منظمة لواء العاصفة 44 التي تأسست عام 2016 وتعرف أيضا باسم سارية الذئاب ومنظمة نسر الشمال التي جرى حظرها في يونيو حزيران 2020 ونفذت الشرطة مداهمات في عديد من الولايات الألمانية بالإضافة إلى منظمة مواطن الرايخ التي تتصدر عنوين الأخبار حاليا مواطن الرايخ كلمة الرايخ بالألمانية تعني الإمبراطورية أو المملكة وقد استعملت في التاريخ الألماني خلال فترات متعددة استخدمت في عام 1962 مع تتويج القيصر أوتو الأول الذي أطلق تسمية الرايخ على منطقة شرق فرانكين ومنذ عام 1512 يعرف رسميا باسم الرايخ الروماني المقدس للأمة الألمانية وبالعودة إلى أحداث اليوم أشارت الوكالة الألمانية إلى أن المتهمين الذين ينسبوا إليهم تهم التأسيس تنظيم إرهابي لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها في نهاية نوفمبر 22 2021 يواجهون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة فيما أفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية إلى أن من بين المشتبه فيهم جنديا نشطا في القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط ولا تعترف حركة مواطن الرايخ اليمينية المتطرفة لا بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية ولا بقوانينها كما يمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية ويصرون على أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة ويشير تقرير أعدته مجلة فوكس الألمانية عام 2018 نقلا عن بيانات هيئات حماية الدستور في الولايات الألمانية إلى أن أعضاء تنظيم مواطن الرايخ الذي ظهر في ثمانينيات القرن الماضي ضعيف وغير منظم بشكل جيد قد ارتفعت بنسبة كبيرة في ألمانيا وبدأت مجموعات منهم تخطط لتأسيس جيش خاص كما يقول المثل إن أكثر النار من مستصغر الشرر فهل تشهد أوروبا انقلابات وتحولات كبرى هل هي بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية أم أن الأمور أكبر من ذلك بكثير أرجو أن توافون بآرائكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر